استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب على مدار يومين عددا من متدرب الدفع الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين مجلس النواب والأكاديمية الوطنية للتدريب ووفقا لبرنامج الزيارة تفقد متدرب البرنامج الرئاسي القاع رئيسي للمجلس والمتحف كما تفقدوا مكتبة المجلس وشاهدوا فيلما تسجيليا عن تاريخ الحياة البرلمانية الممتد لأكثر من 150 عاما من جانبه نقل الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع تحيات رئيس مجلس النواب لمتدرب البرنامج الرئاسي للقيادة واعتزازه بدور الشباب في رفعة وبناء الوطن مشيرا إلى إشادة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية على تأهيل الشباب والذي برهن عليه البرنامج الرئيسي لتأهيل الشباب للقيادة وقدم المستشار أحمد مناع شرحا مختصرا عن تطور الحياة النيابية وتعريف بمهام مجلس النواب وآليات عمله وفقا لنصوص الدستور واللائحة داخلية للمجلس كما وقف الحضور الدقيقة حدادا على أرواح ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة وتواجه المستشار أحمد مناع بخالص التعاذي إلى أسر الضحايا الأبرياء وشعب المصرية داعيا المولى عز وجل أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين